قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أيها السادة المشاهدون أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا نبينا والذي نتحدث فيه عن شيء من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وشيء من شمائله حديثنا في هذه الحلقة عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم عن ريعان شبابه عن بداية حياته عن تلك الفترة أربعة عقود من الزمان كان الله يهيئ فيها نبيه لتحمل تلك الرسالة ولحمل النور النور السماوي ولفتح باب الاتصال بين السماء والأرض في تلك الأربعين سنة تشكلت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بنشوئه في بادية بني سعد ثم يتمه المبكر ووفاة أمه ونشأته في كنف جده ثم وفاة جده ونشأته في كنف عمه وكان عمه أبو طالب رجلا يعيل عيالا فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يساعده فكان يرعى الغنم وهنا هذه رعاية الغنم يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبيين إلا وقد رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال العم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة والقراط شيء من المال بسيط كان يرعى رسول الله عليه وسلم الغنم مقابل هذه القراريط البسيطة لكن رعاية الغنم كانت تورثه الصبر والسكينة بذلك يقول صلى الله عليه وسلم السكينة في أهل الغنم فرعاية الغنم تورثه الإنسان السكينة تورثه الصبر والتحمل وتعطيه فرصة للتأمل والانعزال وتأمل الطبيعة والعيش في هدوء وسكينة والتعامل مع النفسيات المتنوعة ورعايتها تلك الأغنام وحمايتها والسعي في مصالحها كانت كل تلك الأمور تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة فانتقل من رعاية الغنم إلى رعاية الأمم بأبي هو وأمي صلى الله وسلم عليه ثم بعد ذلك جاءت أحداث متتابعة فخرج إلى التجارة مع عمه في الشام وشهد حرب الفجار ثم شهد بعدها حلف الفضول يقول لقد شهدت في دار بن جدعان حلفا ما أود أن لي به حمر النعم في رواة أخرى لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت كان حلفا عظيما ثم حكم صلى الله عليه وسلم حينما تنازعت قبائل مكة في أيها وإي رجالها يضع الحجر الأسود فحكموه وقالوا هذا الأمين هذا محمد ورضوا بحكمه وتزوج صلى الله وسلم عليه خديجة رضي الله عنها وشارك في تجارتها وعتمنته على مالها وظهرت شمائله وظهرت أمانته وصدقه حسن حديثه كل ذلك كان تهيئة له فتعلم من اليتمي الاستقلالية والاعتماد على النفس تعلم من الفقر والرأي السعي والجدية في الحياة والالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية وتعلم من حرب الفجار مسائل القتال وشؤون الحرب وتعلم من تجارته ورحلاته إلى الشام حال العرب الذين كانوا في الأراضي المتاخمة لأراضي الجزيرة العربية وكيف هي حال الغالب والمغلوب في تلك الأراضي وكيف يتعامل العرب مع ما سواهم من الأمم وكيف تعامل الأمم العرب وكيف هي نظرتهم لهم وكيف تجارتهم معهم وتعلم أيضا من علاقته وزواجه بخديجة أمور الأسرة وهي التجربة التي تكمل الرجل وتكمل حياته وتكمل مسيرته وتعلم العزلة وثم بعد ذلك بغض إليه أمر الجاهلية وكره الأصنام وكره اللات والعزة وحبب إليه الخلاء وكانت كل تلك إرهاصات بين يدي نبوته وبين يدي رسالته بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك بدأت تلك الإرهاصات تزداد تبدو أكثر وضوحا في حياته صلوات الله وسلامه عليه فكان لا يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح وحبب إليه الخلاء وكان في طريقه هناما يذهب إلى حراء يمر على حجر فيسلم الحجر عليه لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي كانت هذه الأمور الغريبة التي تقع له توطئة وتمهيدا حتى لا يتعجب إذا جاءه الوحي وخاصة قضية الرؤية لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة ثم تقول عائشة رضي الله عنها حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث فيه ثم ينزل فيتزود لمثلها حتى آتاه الوحي وهو في غار حراء لذلك لما أتاهم رسول الله عليه وسلم وصدع بالدعوة بين أظهرهم عرفوا عنه تلك أثار تلك التهيئة وأثار ذلك التمهيد خلال أربعين سنة قالوا ما جربنا عليك كذبا قط وقالوا له ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا وكانوا يطلقون عليه هذا لقب الصادق الأمين فأجدت فيه وأفادته تلك الفترة من النقاء والصفاء والطهارة حتى أنه صلى الله عليه وسلم كلما نوى أن يحضر فرحا أو لهوا من تلك المجالس التي يقيمها أهل مكة لللهوي وللعبث كان الله يلقي على عينه النوم فلا يحضر تلك المجالس وكان مرة مع أعمامه ينقل الحجارة فيخلع ثوبه ويضع الثوب على ظهره بينه وبين الحجر فكلما فعل ذلك ألقي مغشيا عليه حتى يقول الراوي فما رؤي عريانا بعد ذلك اليوم وكان ذلك في ريعان شبابه أيام إبان فتووته وكان صغيرا فهيأه الله ومهد له ووطأ له الطريق ويسر له السبل حتى أتانا بنوره صافيا نقيا شائعا واضحا جليا تكاد تنبيك عنه أخباره عن صدقه وعن نبوته وعن أسوته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من صحبه وأن يجمعنا معه وأن يحشرنا في زمرته وأن ينيلنا شفاعته وقربه وجواره في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا